موسيقى هذا البرنامج برعاية بالجد التحية بحضراتكم أعزائي المشاهدين وفقرتنا سيهتم بها القطاع الزراعي طبعاً لدينا مشاكل في التربة لا حصرة لها في مصر ويمكن على رأسها مشكلة ارتفاع نسبة الرطوبة في التربة وده بيكلفنا مبالغ طائلة لما بنعالج مشكلات أعفان الجزور ومشاكل النيماتو ده وفي الأراضي الصحراوية ويعني كم كبير جداً من المشاكل اللي هو علاقة بارتفاع نسبة الرطوبة في التربة طيب الفلاح المصري بتاعنا الزكي ده اللي على الفطرة ده بيعمل ايه؟ طبعاً احنا عارفين الطريقة اللي احنا بنتكلم عليها في كل البرامج بتاعتنا ان احنا بناخد حفنة من التراب او من الطين وبنشوفها لو علمت في ادينا بنعرف نسبة الرطوبة بقى هل هي مرتفعة على المخافضة وبالتالي بنعرف هل نروي ولا ما نرويش هل الأرض ده بتعاني من مشاكل في الصرف ولا ما بتعانيش طبعاً ده مواضيع بنعملها كده بالفطرة بتاعتنا ويمكن فيه مننا الماهر فيها وفيه مننا اللي مش شاطر طيب الحل ايه بقى النهاردة الحل ان احنا يبقى عندنا جهاز يقدر يقيس نسبة الرطوبة في التربة ونعرف من خلاله نروي ولا ما نرويش هل الأرض محتاجة مياه ولا مش محتاجة هذا الجهاز طبعاً هو يعني موجود في العالم كله جهاز مشابه له طبعاً حيكون في فرق كبير جداً في السعر هذا الجهاز يستطيع ان يقيس نسبة الرطوبة في التربة خلونا نتكلم عن هذا الابتكار باستفادة مع ضيفي العزيز الدكتور ايمن السيد رئيس الادارة المركزية للتليمتري بوزارة الموارد المائية والرأي برحب وحضرتك فندم اهلا وسهلا بيك ضيف عزيز على الحصاد اهلا بحيك فندم اهلا بيك انا بس استوقفني كلمة التليمتري ديت عازين نفسر يعني ايه الادارة المركزية للتليمتري بوزارة المياه هو يسمع الادارة المركزية على نظم الرصد والاتصالات اللي هي التليمتري وهي مسؤولة عن رصد اي بيانات تخص المياه وتوصلها للسادة المسؤولين عشان ياخدوا قار مناسب في الوقت المناسب بشأن اعمال ادارة توزيع المياه والتحكم في المورد الهامده كلمة تليمتري دي عبارة عن زي تليفشين زي تليغراف. زي تليفون. تلي وفيجن. رؤية عن بعض. ايوة. اه تليفون فون وتلي. مزبوط. كلام عن بعض. كلام عن بعض. تليغراف زمان كنا بنبعت جرافز. صحيح. فجرافز عن بعض. مزبوط. تليمتري هي قياس عن بعض. فاي حاجة بقسها في حتة وبشوفها في مكان تاني. اه. دي بتخش بتندرك تحت اه علم التليمتري يعني. التلي الاول عن بعض. والنتري اللي هو قياسها. فاحنا بنقس بيانات مية بنقس بيانات مناخية بنقس بيانات مناخية بنقس بيانات من اسحف من اسوان الاسكندرية. وبتوصل لمتخز القرار اينما كان حتى لو بره الكتر المصري. فبقسها في حتة واشوفها في حتة تانية فده اسبوط تليمتري. جميل. طيب يعني بعيدا عن الجهاز احنا عايزين نتكلم للفوائد الجمع لهذا الجهاز وكم الكبير من المشكلات الزراعية اللي هي علاقة بارتفاع نسبة الرطوبة في التربة يعني عايزين حضرتك برضو اتعرفنا اكتر على هذا الجهاز وكيفية عمله وفكرة عمله. زي ما حقاك قلت في المخدمة بتاعت حقاك ان نسبة الرطوبة في التربة بتلعب دور كبير في نمو النبات. بس اشرت الى ارتفاع نسبة الرطوبة. ده ارتفاعها وانخفضها. مزبوط. فالمفروض النبات عشان ينمو اه نموه صحي. اه لازم ياخد اه كمية المية في الوقت المناسب. ولازم اللي بيروي او المسؤول عن الري او الكلام ده يبقى يبقى عنده رؤية مستنيرة وبيانات حقيقية عن عن مدى احتياج النبات ده للمية. فلازم بقى فيه وسيلة ما اني اني المستخدم يحس بالنبات ده. هل النبات ده عشان للمية? هل النبات ده متشبع مية? هل نقول لحاك مثال اه لو جبنا مثلا اه ثلاث اوعية اه متسويين زي بعض يعني. وحطينا فيهم نفس كمية التربة. اه وحطينا فيهم نفس عدد حبات امح مثلا على سبيل المثال او اي حاجة تاني. وحطيناهم في نفس الظروف وفي نفس المكان جنب بعض. وابتدينا نرويهم كلهم راية واحدة زي بعض بنفس الحاجة. يعني ليهم نفس الكنديشن او نفس الحالة. وبعد شوية الاولانية انا اه بقي ترويها مثلا على سبيل المثال ثلاث مرات في الاسبوع. بحيث احافظ دايما على الجزور تبقى راتبة. الوعاء التاني بقي تروي مرة واحدة في الاسبوع. قسيت عليه شوية. يعني في وقت ما الاوقات مكانش مكانش في مية. والوعاء التالت غرقته بالمية كامل. مية مغطية تربة خالص. ومش مفتوحة من تحت يعني هتفضل المية كده. مكتومة. اه هتفضل مية. خد مية يعني شرب كتير. الاحسن نمو واكتر نمو العدد الحبات هنلاقيها في اللي اللي هو الوعاء الاولية. المتزن. المتزن. ولا اللي خد مية كتير. ولا اللي خد مية قليلة. لان المية القليلة بتأثر على اجهاد النبات بتخلي النبات يبذل. المية كتيرة برضو بتخلي في املاح وفي اغزية للنبات دي بياخدها. فكل ما المية كتير خلاص الاغزية هتروح وراحت في المية. الهوى مش داخل التربة. صحيح. فالنمو مش شبكة. فزيادة المية مش حاجة كويسة. اكيد. وقلتها مش حاجة كويسة. مزبوط. كمان اه اه قلة المية هتقلي المحصول. صحيح. وزيادة المية هتقلي المحصول. مزبوط. وكمان بقت ايه بقت بقت زيادة المية بتكلفني حاجة تاني. بتكلفني اعمالة. ما انا ما هجيب واحد عندي يرويلي. صحيح. هادطر ادي له فلوس. لو انا بقى كمان المية دي عندي مزرعة وبرفع المية دي من بير. الترمبة دي بتشتغل. بالسولر والسولر لو هي شغالة او او باور وتكلفة زيادة. اه. فانا خسرت. طبعا. فرحت يعني. ده غير اعفان الجزور وعلاجها بقى بالادوية وعلاجها بالكماوي. ده دي. اصرد. باوط 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 كده وكلام ده. فقلة المية زي زي زيادتها وزيادة الرطوبة زي اكيد. فا اا يعني اا معالي الوزير اا مهتم جدا باي طرق وباي حاجة بحيث اي نرشد بها اي نقطة مية. صحيح. اا اي حاجة او اي مجهود يقدل ترشيد المية دي بيبقى فيه توجهات لنا على طول ان احنا نشتغل فيها ويعني وبيشجعنا وبيحس نشتغل في الحاجة دي من ضمن الحاجات اللي هو شفنا جهاز برا بيتصنع برا يعني ده اللي هو اللي موجود معنا في السررة وفي كمير جيره اللي هو الجهازة هو دي النسخة المستوردة دي فيها بتقيس الرطوبة فما جات قلنا نجربه نشتشريفة معالي الوزير المن احنا عندنا هل هذا الجهاز موجود في مصر فانجل المستورة دي لا يعني مش او لازم تستورده لازم مش متداول يعني عند بتوع مستدول او احنا لسه سخافة المية لسه محتاجة يعني عندنا سياسة الوزارة بتتبني او الرؤية المستقبلية والاستراتيجية بتاعتنا في المستقبل مبنية على الفورته يعني او بعض ايه اللي هي ترشيد تنمية تنقية تهيئة فسياسة الترشيد شغالين فيها فوسياسة التهيئة اللي هي التوعية والناس ولازم نوعي الناس باهمية المية لسه في مجهود كبير لا واحنا الفلاح اصلا بتاعنا يعني طول عمره واخد على الرأي بالراحة والنظام الفرحاني القديمي يعني ده هو عايش برضو يعني في كوكب تاني مش حاسس مش الفلاح المصري لحد الوقت رغم خبراته الكبيرة هو مش مدرك للمشكلة الحقيقية بتاعت نقص المياه احنا بنعاني من فقر مائي حقيقي ده وإحنا موجودين اهو لسه محدش دخل سد النهضة في الموضوع يعني ده موضوع تاني خالص يعني احنا اصلا في فقر مائي بنستهلك تمانين في المية من المية بتاعتنا في الزراعة حضراتكم متخالين هذا الرقم تمانين في المية من المية بتاعتنا مستهلكة في الزراعة بسبب الاسليب الخاطئة الفرعونية اللي ما زال الفلاح المصري بتاعنا للأسف متمسك بها حتى الآن اذا ده ثقافة جديدة يا فندم يعني انا مش بعتبره جهاز على قد ما بعتبره هو اسلوب لنشر ثقافة جديدة في ترشيد المياه بيعتمد على حاجة اسمها لو زمان يعني في الفيزيكس في الفيزيا حاجة اسمها الخلية الجيلفانية او الخلية الفولتية الخلية الفولتية صحية اللي هي بتشتري بطارية فولت فكان في عالم ايطالي اسمه لوجي جيلفاني ده طبيب في جامعة بولونيا في ايطاليا فده مرة ضفضعة وجب اتنين معدن مختلفين فحطوهم على الضفضعة فالضفضعة نطت بس ساعتها يعني هو عارف ان فيه كهربا بس ساعتها قال ان السورس بتاع الكهربا ده هو الحيوان نفسه هو الحيوان نفسه اه اه بعد كده بقى الساندرو فولتا ده قالك لا ده الكهربا دي بتتولد من اه وجود معدنين فر الجهد في وجود وسط حامدي او في وسط معين او وسط املاح او حاجة كده يعني مش هنخدش في الكمبليكيشن بتاعة الحاجة دي بس هو اي كدبين مختلفين ممكن لو اتقفلت الدايرة هيمر طيور وهي يعني عشان نبسطها للناس هي نفس فكرة عمل البطارية اللي عندكم في العربية نحاس ورصاص وفي وجود وسط حامدي الكهربا تطلع على طول الكهربا تطلع على طول وتشغل حاجة عشان كده الجهاز ده مفهوش بطارية ده ده بطارية اه يعني الجهاز ده مش محتاج بطارية عشان اشغاله الارض هتكون هي الوسط بتاعي الوسط هتبتكمل البطارية لو فيها مية هتمشي طيار وكل مكان فيها مية اكتر كل مالطيار كتر وكل مبان فانا عندي مؤشر في الجهاز درجة بيتحرك على حسب كمية المية اللي ماشية في التربة فازا كان المية قليلة بتبقى جافة المؤشر ما بيتحركش كتير لو فيها الرطبة بيتحرك في النص لو هي متشبعة المؤشر بيجي على الاخر وهما تلاثة سكيلز يعني انا مش بقيس الرطوبة ب قوي يعني بتبقى بس جاست 3 مستويات انا كفاية عليها تلات مستويات انا بنعتشان انا بنبتزن انا بنعتغرقان انا عايز التلات ليفل دول مورزا نف. بس كده كده حلو قوي. كون ان انا عرف النبات شبعان ولا النبات عطشان ولا نبات غرقان. دول التلاتة الى انا هعتمد عليهم. وطبعا يعني هو بالنظر كده واضح ان المعدنين بتوعنا هم الرصاص والنحاس. لا الذنك والنحاس. الذنك والنحاس. اه. اه. يعني الذنك والنحاس هي نفس الفكرة بتاعت البطارية اللي احنا في العربية عندنا لما بنحط الميت النار على. لو فتحنا البطارية بتاعت العربية من جوه هنلاقي فيها ألواح من النحاس الناقي وألواح من الرصاص بمجرد من حط السائل الحمض بتاعنا بتدينا كهرباء نفس الموضوع هنا هم نفس المعدنين موجودين طبعا منفصلين في قطبين منفصلين تماما متوصلين في الآخر بالخلية بتاعتنا اللي هي هتبتلت إيس نسبة الرطوبة إذا كان فيه بقى مياه زيادة هنلاقي المؤشرات بتاعتنا يعني بتزيد حديك لو عايز تشو هتفضل إفن هو دول ده القطب النحاس أيوا وده القطب الثاني ممكن يكون رصاص زنك رصاص زنك بينهم هنا لو شايف حيك عازل ربر وفيه سلكة طلعة فوق على المؤشر الأول ما يتحطف المياه المؤشر ده اتحرك وجيه على الآخر أو يتحطف تربة يعني رطبة بيتحرك وفيه ثلاثة لفل فيه ألوان الأحمر والأخضر والأزرق الأحمر جاف طيب ممكن بس نخلي الوش بتاعها للكاميرا شوية أيوا زي ما احنا شايفين العمود ده هو عمود النحاس والراس اللي تحت خالص حديك موتشاور عليها ورده القطب الآخر ده هو بقى الميزة في ده عن المستورد اني اني انا انا قدرت اتحكم بحكتي بقى انا اللي عاملها فانا انا مفصل بدلة مش مجبر بالزرائر فانا زي ما حكت لو شايف الفرق هتلاقي ان ده طوله مثلا 22 سنتي وده قصير ده ده 50 سنتي ليه بقى عشان اللي يهمني في المية يعني النبات اكتر او يمكن يعني انا اكتر مية بيستفيد بيها اللي هي عند الجزور ايوة ففي نباتات جزورها قصيرة وفي نباتات جزورها ممتدة اذا الاصدار المصري يعالج هذه المشكلة الاصدار المصري او الابتكار اللي بيتكلم عنه النهاردة ضفنا الدكتور ايمن السيد هو بيصلح لجميع انواع النباتات سواء الممتدة الجزور او عميخة الجزور او السطحية الجزور اللي بتبقى على وش التربة حاجة تانية برضو حاجة قلتها قلت بنجيب بمسك التربة بأدية واشوف زكاة رضبة ولا اه في ناس كمان بيقولوا لا ده انا بالاحساس انا عايش مع النبات بالاحساس يعني لا يعول عليه لا يعول عليه ولا يعول كده لان انا لازم اروح انا شفت يعني اما جينا بقى عملنا كده وابتديت اجرب والكلام ده كنت بحط الكلام ده في ارض بين ان هي الرطبة لكن تحت الدنيا التانية جفة يعني مش ولا بالنظر ولا بالاحساس ولا بحاجة هي بالقياس بالاسلوب العلمي يا فندس بالاسلوب العلمي يعني والله الاسلوب العلمي في اي حاجة ما احترام الخبرة الفلاحة المصري على عيني وعلى رسل لكن تطبيق الاساليب العلمية في الزراعة اكيد حيدينا انتجاية اعلى واكيد حيعالج وثقافة ان احنا لازم نستخدم الحاجات دي دي اللي بنشتغل عليها دي وغيرها دي وغيرها ان امت المية يعني انا اتمنى ان احنا نستخدم الحاجات دي يعني اعايز اقولك يعني يعني في مصر الزراعي احنا بننزل كل الريف وبننزل المزارع يؤسفني اقولك ان الحد النهاردة مش بقى بنتكلم عن الجاز عن الكمامة وهو بيرش ما بيلبسهاش النضارة وهو بيرش ما بيلبسهاش الجوانتي ما بيلبسوش اتمنى ان احنا غير الثقافة دي الحاجات دي مش لعم اطفال يا جماعة الحاجات دي مهمة جدا لحضراتكم ويريت نشتغل بأسلوب علمي لان احنا في وقت ما عندناش رفاهية التجارب ما عندناش رفاهية الفشل خالص احنا وقتنا دي قوي وظروفنا صعبة جدا نستخدم بقى الأسلوب العلمي طيب فيه اصدار تاني يا فندم حضرتك قلتلي ان هو بيقيس البي اتش بتاع التربة والمعامل القلوية والحمضية برضو خلينا نتعرف على فكرة العمل يا فندم ما زي ما قالت الحاكم معالي الوزير ادانا تكلفات ان احنا نعمل الجهاز ونصنعه في مصر ونوفر فلا انا خلصنا في وقت معقول يعني فقال لي لا قال لنا لا بقى الفريق نبتدى نطور تاني الجهاز انا عايز الجهاز كمان يقيس البي اتش عشان نسبة الحمضية ده في النبات بتلعب دول مهم برضو في نموه عشان نبقى بنعمل حل متكامل فالجهاز الجهاز التاني ده للمستورة ده بيقيس المعاملين الرتوبة والقلوية والبي اتش اللي هي درجة الحمضية فاذا كان السبعة هي من سبعة في النص اللي هي نيوترال يعني اقل من سبعة حمضية واكتر من سبعة خلوية وفي جدول وراء لكل نبات المفروض بيستحمل قد ايه درجة حمضية ودرجة خلوية وايه الحاجة المناسبة لنمو النباتات واللي هي لازم تتعود فلو عارف ان كده لازم تتعود لان في حاجة تسمى ممكن بتقضي الى الحاجة تحاج بتقولها دي جاية من من تأسيل بي اتش ده لسه معرفناش ثمنه لسه جايلنا طب حدد لك عندك فكرة عن فكرة عمله برضو هي فكرة عمله نفس الفكرة نفس الفكرة بس بدل هو الالكتروليد انا لسه معمالنا الريشرش الفريق ما اشتغلش بس الانيشيال حاجة هو البروب التاني ده ده زجاجي حاجة من ماد زجاج حاجة من السيليكون يعني زجاجي انا مش عارف يعني لسه بنشوف ايه طريقة الفكرة عشان لان ده عملنا بيقيس الرطوبة اجزاكتلي زي التاني زي التاني بالزبط اه لانك قعدت تتحكم في طول اما زودت ده ده بقى عنده ميزة كمان ده ميزة تاني بس في القياس لا ده كمان ده بقى في ميزة نسبية ان انا بقدر رئيس الرطوبة في النباتات ممتدة الجزور ده بقى احسن من مستورة كمان يعني انا 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 بقى شغالين يعني وربنا يوفقنا برضو نوصل لان احنا نعرف نصنعه اللي هو بيئيس البي اتش لان المخييز بتاعت البي اتش غالية يعني عشان يجيب عشان يجيب جهاز بيئيس البي اتش بفلوس كتيرة يعني احنا الان بنلجأ للتحليل بناخد عينة ونروح اه وساعات بتاخد عينة وتروح ويقال ما بتاخد عينة وتروح في حركتها بتتغير الحاجات دي في بعض الحاجات يعني فالونسايت التست الونسايت بيبقى بيبقى لي بيبقى اكتر دقة وكده احنا برضو شغالين على حاجة تانية ان بدل ما دي لو بدل ما تبقى دي نظام يدوي واعتمد عن نظام اليدوي لو قدرنا الاشارة اللي طلعة دي اشارة كهرباء طلعة لو قدر توصلها على جهاز كنترولر بيشغل اللي هي انزمة الري بالرش ساعة ما التربة يكون فيها محتاجة مية اوتوماتيك تشتغل وفرت باورو وفرت عمالة وفرت اعمالة وفرت كده فده برضو شغالين عليها بحيث اخد الاشارة دي وعملها جميل ده حاجة تانية من الحاجات يعني اذا الابتكار ماوقفش عند فقط قياس نسبة رتوبة لكن الابتكار ان شاء الله مقرر يتعمل او تحديث يقول ان مجرد ما النبات يحتاج للمية ان قطات تشتغل لوحدها اوتوماتيك على طول لو في حاجة اصلا مجهزة بهذا الحاجة او لو ابار اراضي جديدة برضو ممكن ابتدي خلي الترومبا ترفع مية او او اطلع مية من حوض لو خد تخزين ف يعني من قام بتصنيع هذا الجهاز ومن فري العمل اللي كان ايم على هذا الابتكار هو مهنسين معايا في الادارة المركزية للتليمتري بتوجهات من معالي الوزير ان احنا ده فكرة لازم نصنعها في مصر ف نسمع مهنسين مهنسين معايا في التليمتري وفني وصنعنا بالجهود الذاتية يعني بحاجات كده كويس ان شاء الله لما نيجي نعممه لازم هنشوف بقى ورشة كبيرة شوية او لازم هيطلع شكله احسن من كده او انا يعني على فكرة الشكل ده انا متعمد ان هو يطلع كده عشان يبان انه هو معمول يدوي ومعمول انا فاهم اكيد طبعا لكن لما بنتكلم على المستوى التجاري اكيد هيبقى الشكل هيختلف شوية بالنسبة برضو بقول لحك الفرق في التكلفة ماهو ده السؤال اللي كنت عسل لحولك يعني الجهاز ده اللي هو كمان بيقس الاعماق الكبيرة او الجزور الممتدة سعره كام والجهاز اللي احسن منه النهارده اللي هو بيدي نفس النتيجة وكمان يعني متفصل على التربة المصرية والنباتات المصرية الفرق بينهم كام في السعر هو الجهاز اللي بنستوى من بره ده يعني المنمم سعره ممكن تجيبه 10 دلار بس 10 دلار مش هضرب دلار 18 هضرب كده بيتضف عليه شحن او او اضف عليه جمارك بيتضف عليه درايب ونولون وحاجات كتير ونولون ومصاريف تخليص ومصاريف نقل ومكسب التاجر ومكسب اللي هيستورد ودرايب اللي هيدفعها والكلام ده كون هيوصل لـ 60 دولار مسلا لا يعني ممكن يوصل للضبل يعني لـ 20 دولار يعني وعند التاجر بس هيزيد لـ 40 التاني ده بقى احنا رحنا 20 جنيه اتكلف حوالي بالـ 50 جنيه 55 جنيه بطول واعتقد يعني لما نصنع ده مش هنبقى مستهدفين الربحية على قد ما احنا مستهدفين نشر ثقافة توفير المياه لا والله ممكن برضو يبقى يبقى في استهداف للربحية لان المرجن كبير يعني انك انت تنقل تكنولوجي وتنقل نهاء وتصنعها في مصر حاجة جميلة حاجة جميلة بصرف النظر عن توفير الفلوس اهو مصنع ممكن يشتغل الناس ممكن يبيعوا وهتلاقي مرجن وخصوصا ما يكون مرجن كبير طب يعني اقول حضرتك على حاجة يعني لو احنا الفكرة بتاع نديات عملنا بشكل كده وعملنا باكينج محترم كده الجميل بقى يعني على الاسكيل التجاري هل نقدر نصدر هذا الجهاز باعتباره يتميز بطول يعني بطول السنسور بتاعه هل ممكن نفكر طبعا لو بقى وجود كواليتي وبقى في تصنيع وجهة تصنيعية كده هل تمت تشاور مثلا مع الهيئة العربية للتصنيع او القوات المسلحة او المصانع الخاصة لانتاج هذا الابتكار على مستوى تجاري يا فندم هو احنا بس احنا في مرحلة احنا لسه يعني بقى شهر ولا حاجة او شهر ونص شغالين فيه فجربنا لقى شغال كويس نعمل زي دراسة سوقية ونشوف ممكن يتعامل ازاي واكيد هنتواصل مع احدى الهيئات الصنوعية في مصر بحيست ويحدى بنوع حضرتك يا فندم ان اذا هذا الابتكار انتج بالتعاون مع وزارة الزراعة وزارة الرأي او يعني مصانعنا المصرية الحكومية احنا في مصر الزراعية يعني كمان هنساعدكم في تسويق هذا المنتج لان احنا مدركين جدا لاهمية مثل هذه الابتكارات خصوصا عندما يتعلق الموضوع بترشيل استهلاك المياه وبارتفاع نسبة الرطوبة في الطربة يعني احنا مدركين تمام اهمية هذا الابتكار لكن خلينا سأل حضرتك يا فندم من هي الجهات او المجموعات المستهدفة من هذا التصنيع هل الابتكار ده ممكن يدخل معنا في الصناعات الغذائية مثلا وفي الصناعات الاخرى ولا هو بس لي يعني اعتقد ان حاجة زي كده قياس نسبة تدخل في الصناعات الغذائية يعني كمان اي حاجة لو في اتو مستهدفين بس المزارع او مستهدفين الصناعات احنا الوقتي قبل المزارع المهانسين بتاع الهندسات الهندسات الري انه يبقى المهانس تاع الهندسة جالوا شكوة ري الماء انا الارض بتاعتي ما خبتش ري هيروح ياخد شوية سناب شوتس او لقطات في الارض ويشوف الله ده ده الجزول هي وصل لها مية ده جزول ما وصل لهاش مية فهيتأكد من صحة الشكوى وممكن ما يكونش بيجزب الراجل مش عارف انه المزارع مش عارف ولو احنا ولو احنا بقى اشتغلنا بعد الهندسات دي على التوعية المزارعين هيبقى معاهم انا ليه اصدقاء عندهم مزارع طلبوا مني انا قال لي المزارعة انا المية بقى اشتغل على المية الجوفية والمية بتكلفني بتكلفني عمالة بتكلفني طاقة انا يهميني بقى عارف هل النبات محتاج ولا لا وطلب مني بعض الوحدات انه يجرب بيها فلع القطاع الزراعي طبعا مستهد هو المستهد في رقم واحد سواء المستثمرين الكبار سواء صغار المزارعين اي حد ما هو ازا ما حاج بتقول كده ان سخافة الحفاظ اللي هجيبه صحيح اه انا انا اذن الله كمان نساعد المزارع انه هو يحصل على هذا الجهاز اكيد ان شاء الله يا رب سعر التكلفة في الاخر بمصر اه مش مهم الهدف الهدف ترشيد الماء الهدف هو تحقيق سياسات الوزارة ورؤيتها المستقبلية والاستراتيجية بتاعتها في المستقبل في اطار ترشيد الماء يا رب يا رب بننجح في هذا الهدف النبيل والمهم جدا بشكر حضرتك جدا ضيفي العزيز الدكتور ايمن السيد رئيس الادارة المركزية ليل تليمتري بوزارة الموارد المائية والرأي وبحيي حضرتك على مجهودك وكل تحياتي وتحيات مصر الزراعية لتقم الفنيين والمهندسين اللي قام على تصنيع هذا الجهاز وبإذن الله نتطمن كده ونحتفل بتنتهي حلقتنا النهاردة بإذن الله نتمنى أنها تكون نالت إعجابكم نتمنى أنكم تكون وكمان أخدتم معلومات تفيد المواطن وتفيد القطاع الزراعي إلى أن نلقاكم غدا لكم مني كل التحية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة هذا البرنامج جيري عايات جلوبال جرين بلانت بتقدم لك المراكب الطبيعي الأجريسبون أقوى مخصب أمريكي هنا الآن في مصر الأجريسبون بيقلل من استخدام الأسمدة الأزوتية بنسبة 30% وكمان بيعمل على إحداث توازن طبيعي داخل خلايا نبات وبالتالي بيقلل من استخدام المبيدات الكيميائية وبيقاوم السقيع وبيحافظ على خصوبة الطربة وكمان بيوفر مياه الري إلى جانب الوقاية من المن والتريبس والذبابة البيضاء ده طبعا لو تم استخدامه في المواعيد المناسبة الأجريسبون يعني إنتاج وفير بتكاليف أقل الأجريسبون من الطبيعة إلى الطبيعة جلوبال جرين بلانت للتنمية الزراعية ترجمة نانسي قنقر خلايا محطش محطش حنيسي مشكرارك موغيارك لازم أغصف الأول حرام عليكم سريع الطائح هيموت للتنمية شكرا